أفضل يا عبد الرحمن عبد الرحمن مجاهد معلومات عامة سؤال في المعلومات العامة السؤال بـ 20 نقطة ولا بـ 30 نقطة شك 30 30 دوس على البازر معلومات عامة والسؤال هو دخل مهاشتا مراسي موسوعة جينيس عام 2014 كأكبر معمر في تاريخ البشرية فما هي جنسيته؟ 179 سنة تقاعد عن العمل وهو عنده 128 سنة مهاشتا مراسي ياباني ياباني إجابة خاطئة مين لاحي جاوب؟ عبد الوهاب دخمينة إجابتك هندي مهاشتا مراسي ما اسمعتش كلام وجيه ليه؟ اندونيسي قالك اندونيسي صح؟ ما حسيت هو تجي في أخي الثانية خالص فالهو ما الحيناش نفوق كفيها عبد الوهاب هندي إجابة صحيحة هندي سعنا هندي الإجابة الصحيحة برافو عليك عبد الوهاب النتيجة تغيرت 235 جامعة القاهرة جامعة النيل 55 جامعة النيل محتاجين تعيدوا ترتيب أوراقه درس قاسي ولكن أنا في رأيي درس مهم محتاجين ترجعوا تاني تستعدوا بقوة علشان العبقرة مش هزار هارد لك لجامعة النيل جامعة القاهرة والأخير وموضوع السؤال إيه شكرا محمد ارجع مكانك علم سؤال في العلم سؤال بـ 20 نقطة ولا بـ 30 نقطة 30 بقى ومس على البرد علم والسؤال هو أدب من هو الأديب المصري الروحي المؤلف رواية الساخن والبارد نشرة ألف وتشعمائة وستين الكاتب ده حاصل على جيزة الدولة التقديرية في الأداب ألف وتشعمائة أربعة وتسعين وجيه فتحي غانم فتحي غانم يا وجيه إجابة مين يا سرع يعني اتفاني علي أنا وهدى انت وهدى مين اللي قال أول فتحي غانم بقى هدى هدى فتحي غانم إجابة صحيحة برابا عليكم برابا عليكم الجد ما شاء الله 265 نقطة في مباراة واحدة ما عدتش علي قبل كده بصراحة أفضل لعف ماتش النهاردة وجيه سمير بـ 80 نقطة شوية الأخير هو اللي إدىك اللقاء ما فيه تشكر هدى شوية الحقيقة لازم تشكرها الماتشات الجاية كتير أيها بصراحة لازم تديها هدية الماتشة الجاية جامعة النيل هارد لك 55 طبعا طبعا أنتوا تخضيتوا فوجئتوا من مستوى جامعة القاهرة بعرفتوش تسمودوا قصاد اللي بيحصل ولكن لازم ترجعوا تستعدوا تشوفوا مفهود ترتبوا أوراقكو إزاي علشان تعرفوا تكملوا في البطولة تفانا؟ إن شاء الله لنلكم كل التوفيق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر